اشتركوا في القناة تقيلة وهي أربعة أهداف لصفر التي تتبعناها وتتبعها الكثير من المغاربة داخل وخارج أرض وطن وأيضا خرج بوحل يعني وحل انطباع هو أن المنتخب الأولمبي المغربي في أولمبياد باريس منتخب خطير منتخب يسحى كل من يتقدم لمجارته وبالتالي فإن هذه المباراة أبرزت بأن المنتخب قادر على تحقيق المستحيل قادر على تحقيق ذهبية أولمبياد 2024 قبل هذا المباراة في إحدى الفيديوهات أو فيديوهات السابقة قلت بأن المغرب قادرون أو بأن المغرب سيفوز على المنتخب الإمريكي لأن المباراة التي جرأت قبل مع المنتخب العراقي وانتهت بحصة تقيلة كما تتبعنا أكدت بأن المغرب منتخب متميز منتخب قادر على خلق المفاجأة منتخب قادر على السير يعني بعيداً في هذه المنافسة الأولمبية بالعاصمة باريس طبعاً كما شفنا الهدف أربعة كانت مميزة الهدف دي الحاكمي الهدف دي الرحيمي الهدف دي الأخو ماش والهدف الأخير اللي جاء عن طريق ضربة جزاء فأكيد بأن المنتخب المغربي اللي مر إلى نصف النهاية أكيد سيقارع المنتخب الياباني أو المنتخب الإسباني وهو الآن في هذه اللحظات منتصر بهدف لصفر لكن المنتخب المغربي أكيد سيهزم وأكيد سينتصر في المباراة القادمة بحول الله ليمر إلى المباراة وأكيد أكيد أكيد بأن كل تكهنات كل تطلعات تؤكد بأن المنتخب المغربي قادر على تحقيق دهبية أولمبياد الجميل في هذه المباراة هو الجمهور المغربي اللي سند منذ الدقائر أولى حتى الأخيرة بالتالي فكل عناصر كل عناصر سواء في الدفاع ولا في الهجوم ولا في الوساط يعني لعبة واحد القرى وهي قرى عصرية قرى سريعة قرى مشوقة قرى فيها فرجة وقرى فيها إمتاع وقرى فيها نتيجة وهذا هو الأساس فهنيئا للنخبة الوطنية الأولمبية بهذه المباراة وبهذا الاستحقاق وبهذا الانتصار المستحق بهذا الانتصار أقول بأنه مستحق كل كل هناك إشادة أو إشادة وتنويه بكل اللاعبين كل باسمه حصل الانسجام حصل التوافق حصلت الفرجة حصلت المتعة وحصلت النتيجة اللي هي أربعة لصفر وكانت نتيجة مقنعة فهنيئا للنخبة الوطنية بهذا الانتصار ونتمنى لها في المباراة المقبلة أن تمتع الجمهور أن تمتع المتفرج وأن تتمر نتيجة إيجابية تقودها إلى نصف النهائي وهذا المتقى ومن بعد إن شاء الله إلى النهاية إلى ذلك الحين استعدكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر